ولسه بنكمل حلقتنا النهاردة في نهارك سعيد وخلقنا نروح لجراننا العزاز ألق على فلسطين وفيه دعوات لاقتحام المسجد الأقصى ومحدش فاهم ايه الوضع اللي حصل انه فيه مجموعة من المستوطنون اليهود اعلنوا انه هم نوين يقتحهم مسجد الأقصى وفيه كلام كتير يمكن الناس اللي متابع على الأخبار ايه ده طب وايه اللي هيجرى طب فين التدخل الدولي هل ده الاستغلال الربيع العربي وانشغال البلاد العربية كلهم في صوراته وفي مشاكله ولا ايه اللي حصل بس نهاردة المفروض فيه مفاوضات بين فتح وحماس اللي تهديت الأوضاع او ينشوفه هعملوا ايه يعني ايه القرارات اللي ممكن تتاخذ خلنا نعرف تفاصيل اكتر عن الوضع في فلسطين من ضفنا اللي بنوارة النهاردة المفكر الفلسطيني عبدالقادر ياسين نهارك سعيد يا فلسطين اهلا بك بداية كده انا عايزة حداك تشرحي المشهد حداك شايف المشهد السياسي على الساحة الفلسطينية اليومين دولة الحقيقة ما يسمى الربيع العربي ليس في معزل عن القضية الفلسطينية واحنا منشوف انه القضية الفلسطينية كانت في خلفية هذا الربيع اذ ان ما حرك الشعوب العربية في البلاد اللي قام فيها بين خصين ثورات كان موضوع فلسطين ماثل لان حكام هذه البلاد تواطئوا مع الاسرائيليين واحيانا اشتركوا معهم ضد الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية لذلك الربيع العربي ممكن يقلق اسرائيل البعض بقول يفزعها انا بقول يقلقها لسه ما افزعهاش لان الربيع لم يكتمل بعد من ناحية اخرى الاسرائيليين استمرأوا حكاية الاعتداء على الاماكن المقدسة فيجب ان نعلم بان الف ومائة مسجد في فلسطين تحولوا اما الى استبلاط او باراط او كبرهات ولم يتحرق احد انت قلت تدخل اجنبي انا بقول تدخل عربي انا قصدي اجنبي لفلسطين يعني قصدي بلاد المؤل العربي اشقاء دول لكن يعني احنا منلاحظ كيف انه لما بناخدش حياة اي اسرائيلي بتقوم لقيامة وحكام عرب يعني بنسوا وهذا وبطلعوا ايدينوا الارهاب الفلسطيني الان بنقتلوا قاعدين بدم بارد الفلسطينيين احنا بقى لنا كم سنة هذا الوضع اه اه كم عقد كم عقد ومع ذلك يعني لا يتحرق احد الملاحظ انه بعض حكام العرب هددوا بالويل والثبور وعظائم الامور اذا ما اخدمت اسرائيل على هدم الاخصى طب ما فيه الف ومائة مسجد ما تتحرقوا عشانهم ولا يعني لازم طيب الاخصى هيهم حفروا تحت اساساته بحيث انه اي هزة بادنى مستوى ممكن تقوضه ويقول لك ده مش منهم حرام هم يعني كمان يبرقوهم اه انا رأيي مطلوب تحرق عربي سريع والوضع الفلسطيني مهلهل انعكاس للوضع العربي ايضا صحيح فيه له اسبابه الذاتية لكن كمان فيه احنا جزء من الوطن العربي ولذلك يعني الجزء يعاني ما يعانيه الكل صحيح بس داي خليني اسأل هل توقيت او الدعوات الاقتحام مسجد الاقصى اليومين دول وهي يعني شيء بيتكرر انا عارفة كل فترة هل ده علاقة كمان بانه العالم العربي ملخون في حاله يعني هل ده يعني رهان من الاسرائيليين انه حتى المساعدات او حتى الكلام اللي كان بيتقال في مؤتمرات صحفية ده ممكن ما يحصلوش عليه الفلسطينيين في ظل الظروف الحالية شوفي اخر قمة عربية كانت من حوالي سنتين ونص اسمها قمة سيرت تقرر فيها دفع خمسمائة مليون دولار لحماية القدس من التهويد لم يصرف من الخمسمائة حتى الان الا خمسة واعرفش وصلت ولا لا كمان بس صرفت خدت باليه واضح انه فيش جدية في مواجهة انت عارفة في صهيوني واحد في نيويورك صار دافع اكتر من مليار لتهويد القدس واحد مش حكام ومش بترول ومش امكانات وعلى النجدة هيا يا رجال مفيش للأسف مفيش جدية في مواجهة وفي البعض بقولنا خليها ندري عليهم في المساجد مساجد ايه يا عمي تدري عليهم قاعدين بهوضوا على الارض وانت تروح تلجأ لي هم عمالهم بحولوا اكاذيبهم الى وقائع واحنا حقنا عمالهم بضيع ليه لانو منشغلش له وانا كمان لا ابرق الحركة السياسية الفلسطينية من التقصير يعني لا اتهم حكام العرب وابرق صحيح انا هتكلم عن الحركة الفلسطينية والنهاردة تحديدا زي ما حدك قلت في مفاوضات بس انا عايز اتكلم على انه كان في مؤسسة الاقصى مؤسسة الاقصى طلع بيان انبارح يوم الاربع وبيدعو فيه المواطنين الفلسطينيين انه هم العرب 48 وانهما يروحوا لنحية الاقصى دعوات زي دي تأثيرها بمعامل ازاي يعني هم شعلا عدد المواطنين كل ما زاد ده بي هو جهد المقل انت عارفة يعني بدهم يواجهوا دبابات اسرائيل امريكية الصنع وصواريخة وبتاع بصدور عارية الا من الايمان طب فين بقيت الحكام العرب يعني انا بديش اقول العرب لا العرب الشعوب العربية واقفة مع فلسطين وقفة ممتازة ولكن الحكام هم المكابلين شعوبهم عن ان يعبروا عن مشاعرهم لا انا بسأل على ليه ده تحديدا لانه حاجة زي ما قلت بصدور عارية امام الالة الاسرائيلية والامريكية طبعا هل حاجة شايف ان دعوات دي بالتبعية مفيدة يعني احنا في الاخر بنفقد فلسطينيين هي نوع من تحريك الامر والتحريض عليه لانه لا يملكوا اللي جوا الفلسطينيين اللي جوا لا يملكوا اللي هذا بعد ما يعني ادرت مؤامرات كتيرة داخلية وخارجية انها تخلصهم اسلحتهم صحيح هرجع اتكلم بقى عن الشأن الداخلي الفلسطيني السياسي وطول الوقت الناس اللي من بره بتقول تبه الدنيا كمان سياسيا داخليا مش مستقرة وما فيش يعني فيش وحدة للصف الفلسطيني الداخلي وده يخلي انه يبقى سهل سهل الاعتداءات اكتر وسهل كسر وسهل يعني لغاءة محاط اي فلسطيني من الداخل يعني لا وبيعطي ذرائع لحكم العرب اللي بدهم مش يساعدوا يقول لك ما تتوحدوا ما تتوحدوا الاول وبعدين بتحلموا طبعا لما كنا موحدين ما كانوش يساعدونا كمان يعني بس هي ذريعة واهية طول وقت ابا في زرائع طب ساعدونا انه نتوحد هم بساعدونا على انه نتفرق لانه في حد بأيد الجانب دا وفي حد بأيد الجانب دا وبيحرضوا انه ما تتصلعش وده في مصلحة مين ساعدتها جدا والله هو مش من مصلحة لا الشعب الفلسطيني ولا خضيطه الوطنية وكمان هو يعني بينخصم من الحساب العربي يعني مش بس الفلسطيني فالنهاردة في مفاوضات المفروض في حوار في حوار اليوم 23 اليوم 23 خميس 23 فبراير 2012 شوفي انتو في مصر بتقولي دواخين يا لامونة احنا دواخين يا لامونة في تمانية فبراير شباط 2007 انعقد اول اتفاق للمصالحة في مكة ورعا ملك العربية السعودية ونزلهم على الكعبة وحلفوا يمين وقالوا الدم الفلسطيني خط احمر بعد خمسة اشهر غرق القطاع بالدم الفلسطيني الاحمر طبعا اعظم وبعدها انعقدت كذا اتفاق انعقد للمصالحة لكنه لم يتعدى الحبر على الورق على سبيل المثال اعلن في اربعة خمسة 2011 من القاهرة وبرعاية منها عن اتفاق مصالحة وطلع رئيس الوفد الحمساوي الدكتور محمود ابو مرزوق آسف موسى ابو مرزوق واعلن هو ونظيره الفتحاوي ان الحكومة ستعلن خلال شهر احنا بقانا دلوقتي تسعة اشهر ولم تولد الحكومة بعد طيب ده واحد اتنين بيجوا على مفاوضات المصالحة دون ان يفرج كلهم منهما عن المعتقلين لديه للطرف الآخر من ابناء الطرف الآخر طب وين بادرت حسن النية يعني انت بتيجي معايا بتطلع اللي عندك بتوعي وانا كمان نفس الشيء صحيوا لكده بعد شهرين فجمع القاهرة واخدوا اتفاق للافراج عن المعتقلين ارتفع منسوب المعتقلين بدل ان ينخفض او يفرج عنهم كلهم بعدين عقدت دورتي حوار في القاهرة في عشرين واثنين وعشرين ديسمبر كانون الاول الماضي قبل حوالي شهرين وانبثقت لجان كالعادة لانه برضو الاول كان ينبثق لجان فكرة ده واضح ان الحاج بتقوله مع اختلاف بس الوضع واهميته والعدو ومين موجود في كل البلاد يعني موضوع اللجان وموضوع المط والتطويل وانه عند الوقت والشهر بيبقى ستة عشر واليوم بيبقى عشرين هو واضح انه طبيعة يعني للعالم العربي كله مع اختلاف الاوضاع اه اه طبعا يعني كلهم في شأنه الداخلي اه كلهم في شأنه الداخلي ممطلع وليجان وتحول وعمل طب اللجان دي مثلا في لجنة اسمها لجنة المعتقلين بيرأسها في قطاع غزة الاخ خالد الباطش وفي الضفر الغربية الاخ الدكتور مصطفى البرغوتي خدت قرار في مطلع يناير كنون التاني الماضي بانه يفرج عن كل المعتقلين الفوج الاول في 15 يناير والفوج التاني في 17 عينك ما تشوف الا النور ولا حد طلع مردوش مردوش والمهم كل اللجانة طلعت القانونية والمصالحة المجتمعية والامنية والانتخابات ولا واحدة منها مش يتصنطي طوال هذه المدة الان الامر اتعقد اكثر فا اكثر غير عن المرات السابقة انا كنت في المرات السابقة اطلع واقول حبر عورا واقول طبخة حصة فاكرة قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبخة حصة والناس يقولوا لي متشائم تفاقلوا بالخير تجدوا الله احنا في المقعد ايه اللي تفاقلوا بالخير يعني بدي حاجة تبشر تفاقلنا بس عايزين اجراءات يعني لاو حاجة تبشر يعني وريني ايه بالعرس كله بيبشر انه في قطيعة فبعدين في هناك الفيتو الامريكي الاسرائيلي على هذه المصالحة ومحمود عباس لا يستطيع ان يعقدها حتى لو اراد فما بالك وهو لا يريد اه وده يخليني اسأل يعني حدك متوقع ايه النهاردة للحوار انا رأيي انه هحكيلك قصة مشان تعرف من غير ما اقول قبل حوالي ثلاثة اسابيع الاخ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس سلم الاخ محمود عباس رئاسة الوزارة لاحظ انه محمود عباس معاه رئاسة تلاتين مؤسسة منها رئاسة فتح رئاسة منظمة التحرير اللي هي مرجعية السلطة رئاسة السلطة وصار معاه رئاسة الوزراء طيب رئيس الوزراء مسؤول قدام رئيس السلطة يعني محمود عباس مسؤول قدام محمود عباس. والاتنين مسؤولين قدام منظمة التحرير. يعني قدام محمود عباس. بعدين. يعني ازاي? يعني رئيس الجمهورية هو رئيس الوزارة. هو رئيس المجلس التشريعي. هو رئيس القضاء العالي. هو رئيس الامن القومي. هو بعدين. ما رؤيت حدك هو نفس الحال بس مع اختلاف الاوضاع بس تريبا كان واضح. بس هل لدينا عندنا تغيير. انا اشد اشد وانك. طبعا. اه لا انتوا عندكم رئيس الجمهورية لحال. احيانا رئيس الوزارة بكون خاني. ما علينا. بلاش انو نروح. بلاش نتقف في الحتة تاني. طبعا. في حيك متوقع ان النهاردة هتبقى حوار زي اكم حوارات تعملت قبل كده. انا رأيي هذه اكثر تعقيدا. ليه? لانه المكتب اول ما عقد خالد مشعل. هذا الاتفاق قامت لقيامة في حماس. مضلش واحد في حماس. الا وعارض خالد مشعل في هذا الاتفاق. طبعا. خالد مشعل الزريعة. انا خجلني امير قطر. وقال لي معلش ومنشاني. ايه ده? احنا في قضايا وطنية. فيش معلش ومنشاني. بعدين. ما ممكن تضيع القضية كلها. ده واحد. اثنين. اه المكتب السياسي لحماس اجتمع. وحط شروط لهذه الحكومة. هو كان الاتفاق انه حكومة تكنقراط يرأسها محمود عباس. اه مكتب المكتب السياسي لحماس حط الشروط التالية. اللي هي تجعل هذه الحكومة مستحيلة. واحد. انه لا مش حكومة تكنقراط. اه حكومة فصائل. اتنين. واحد وخمسين في المية من الوزارة لحماس. تلاتة. اه الوزارات السيادية التالية لحماس. المالية والداخلية والعدل. اربعة. لازم حماس يتوافق عكل الوزراء المخترحين. خمسة. لازم الوزارة كلها تحلف اليمين بمن في ذلك رئيس الوزراء قدام المجلس التشريعي. قامت باينة في الافق. طيب دور مصر والاردن تحديدا. يعني في يوم زي النهاردة. او في مفاوضات زي النهاردة. لحدك اكثر تشاوما منها من من قبل. حيك شافوا فود ايه الدور المثالي يعني اللي تلعبون. اه يعني مصر اولا تشكر انه هي محتضنة محتضنة هذه الحوارات. لكن كمان يعني مطلوب منها تضغط اكتر. يعني هي مش مجرد مضيف للحوارات. لا مفروض تضغط هي اولا شقيقة كبرى وعدين جارة تتأثر سلبا واجابا مما يجري في فلسطين. احنا رحنا مع فلسطينيين يعني احنا الشعب المصري. اه وفلسطين قضية مصرية. كل الغزوات اللي قت على مصر اللي قت من فلسطين. عبر فلسطين. فانا شايف انه مصر مفروض يعني هي دورها مش وسيط ومش مضيف. يعني اذا اكتفت بدور المضيف بتكون اثرت في دورها القومي المطلوب منها. مفروض تضغط من اجل تحقيق المصالحة. لانه القضية عملها بتضيع من ايدينا. لم يعد هناك شيء في الضفة الغربية ممكن نحكي عنه. اه في طرق التفافية حوالين المدن. في كتل استيطانية تطوق المدن والقرى الفلسطينية. راح تلتين الضفة الغربية في ايدينا الاسرائيليين. والاستيطان شغال. واحنا اه اه يعني نزلين في خلافاتنا. امت بدنا نضع حد لهذه الخلافات مش عارف. مطلوب تدخل رسمي عربي قوي. مفيش. في تدخل لتعميق الهوة بين الطرفين المختلفين. يعني كمفكر سياسي وكمؤرخ يعني فلسطيني كمان. احنا كمان مصر انا اتكلم حاجة لي علاقة بمصر شوي احنا في انتظار الرئيس القادم. اه. وهل حضرتك متوقع انه يعني في الوضع الحالي معرفش اذا كان دور مصر ينفع يبقى ايجابي قوي في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها كمان والتخبطات السياسية اللي احنا فيها. بس هيك متوقع ان الرئيس القادم. اه. يعني مش هالفاسيق السؤال يا لأسف. بس انا عايز اقول هل متوقع ان الرئيس القادم بقى بيفيد القضايا الفلسطينية. هل الشخص اللي اخد اصوات اكتر مسلا من مصر هو كمؤرخ هنا بس بحال. هو الشخص اللي هيبقى بيعلن دعمه للقضايا الفلسطينية. بس عايزة هيبقى مش مقبول دوليا. والله يا سوفي الباب مفتوح عكل الاحتمالات. في مصر وفي غيرها من البلاد اللي ام فيها ثورات. لانه كله في حالة سيولة. ولم يتشكل بعد. هم. لا. مرة تانية. خانيا سأل سانعتها. يعني عايزة اجابة من حضر. رئيس الجمهورية اللي هيجي باصوات الناس بدون تدخل خارجي تحت خط احمر. اه. اه. انا اعتقد هيكون مفيد لكل القضايا القومية وفي المقدمة منها فلسطين. طيب. اه. ختاما اه. استاذ عبدالقادر ياسين المفاكر المؤرخ الفلسطيني. اه. انا بحدك جبت سيرة الاسرة. اه. اه. وتبادل المعتقلين. اه. في كمان في حوار يومين دول على الشخص اسمه عدنان خضر. المفروض من المعتقل. نعم. الشيخ عدنان خضر. اه. والمفروض ان هو كان يطلع في شهر اربعة. المفروض ان هو يطلع في شهر اربعة. سبعتاشر اه. ليه في هذا الجدل حوالين. اه. اه. اعلن هو اعتقل الاعتقال اداري. اه. اه. والاعتقال الاداري ستة شهر قابل للتمديز ستة شهر اخرى وستة شهر ثالثة وهلون مجرد. مفروض. وهذا قانون كان اه. قانون الطوارئ اسمه. حطه الانتداب البريطاني سنة فوق ما ارتد. اكتر ناس عرضوه كانوا الصهاينة. الان بيستخدموه مع قوانين اخرى جائرة. اه. هذا الرجل اعتقل من بيته دون أن يفعل شيء فأعلن الإضراب عن الطعام الأطباء بقولوا أن الإنسان العفي بتحمل سبعين يوم إضراب ثم يموت في اليوم التمانية وستين اتخذت إسرائيل قرارها بالإفراج عنه بعد مروض ستة شهر أي في سبعت عشر أربع كنا إحنا محضرين وقفة قدام الجامعة العربية بكرة الجمعة قبل ما يخدوا قرارهم للتضامن مع هذا الرجل طبعا الجامعة العربية مش هنا حكام العرب مش هنا كله كل المؤسسات مش هنا كلهم بيغني على ليلة تمام بس هو لسه ماذا مضرب عن الطعام لا لا فك الإضراب أول ما تخذ قرار الإفراج عنه وأنا بهني يعني بشد على إيده وبعرفش كيف يتحمل أنا أضربت في حياتي في السجن ثمانة أيام كنت ميت فيها أستاذ عبدالقادر ياسين المؤرخ والمفكر فلسطيني شكرا جزيلا عجولك معنا وأكيدا من اللقات بعد الحوار بتاع النهاردة نشوف زكادي أي نتائج إجابايا حصلت مرسيل حضرتك جدا أهلا بيك يا بابا لسه بنكمل حلقتنا في نهارك سعيد بعد الفاصل حالي كمان